تستفيد إيران الداعمة للحوثيين من إطالة أمد الحرب في اليمن لحسابات وأهداف لن تستطيع تحقيقها كلما اقتربت الحرب من النهاية عبر الحسم عسكريا وعلى العكس من ذلك تقف الأهداف المعلنة لعملية عاصفة الحزم بعيدا عن التحقق والنجاح كلما طالت أمد الحرب في اليمن ابتعد التحالف عن مسار الحسم فمن يطيل أمد الحرب إذن؟ يؤكد سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن خالد بن سلمان أنها إيران وبشكل مباشر من خلال استمرار دعم ميليشياتها الحوثية والعمل على تحويلها إلى حزب الله آخر عبر تقديم التدريب المباشر في أساليب الخداع وتهريب المقاتلين والأسلحة بين المدنيين ومدهم بالخبرات اللازمة لاستكمال حربهم وتهديدهم للأمن الإقليمي والملاحة الدولية بن سلمان استمر في سرد تفاصيل خاصة قال إنها تبث كيف تطيل إيران الصراع في اليمن كشفا أنها أوكلت مهمة تدريب ميليشيا الحوثي لحزب الله الإرهابي مؤكدا امتلاك أدلة بالصوت والصورة على صلة الأيدلوجية والعسكرية القائمة بين الحوثيين وحزب الله وبين إيران لكن كيف نجحت إيران في إطالة أمد الحرب في اليمن في ظل سيطرة البحرية والجوية للتحالف وامتلاك القدرات العسكرية البرية على الحسم وهل نجحت طهران في ذلك عبر قدرات ميليشياتها الحوثية وما يصلها من دعم بالسلاح والخبرات فقط أم أن إيران استفادت من عوامل فشال ذاتية لدى الشرعية والتحالف العربي ثمت أسباب أخرى يطرحها مراقبون إلى جانب الدعم الإيراني للميليشيا ومصدرها التحالف وشرعية منها اضطراب وعدم وضوح العلاقة بينهما ووجود حسابات إماراتية في الضد من أهداف عصفة الحزم ترجمتها سياسات وممارسات أضعفت الشرعية وأربكت السعوديين وضعفت معاناة اليمنيين وبقدر ما أفادت الإيرانيين وأتباعهم الحوثيين فضلا عن عوامل أخرى من قبيل تكبيل قرار الشرعية وتقييد تحركات الجيش الوطني وعدم استقرار الرئيس والحكومة في الداخل وإذا كانت إيران تعمل على إطالة أمد الحرب فلماذا تأخر التحالف العربي عن الحسم وقطع الطريق أمام محاولاتها طالما وجدت لديها القدرة على تحقيق الحسم الذي تتضاعف ضرورته إلى أن أصبح أمن السعودي المباشر مرتبطا به بالقدر الذي يرتبط تحقيق أهداف إيران بإطالة أمد الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر